دلوقتي معد مجزل أهم الأخبار مع دينا شكرا لك شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجزل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم هنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا وخلال منشور له على مواقع التواصل الاجتماعية أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين مصر وموريتانيا في جميع المجالات لتحقيق التنمية والإزدهار للشعبين الشقيقين دعينا الله أن يوفق رئيس موريتانيا لخدمة وطنه ومحيطه العربي والإفريقي في ضوء رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي بدورته الحالية مجلس أماناء الحوار الوطني عقد اجتماع السبت المقبل عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمينة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وأوضح المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان أن هدف الاجتماع التنصيق مع الحكومة الجديدة فيما تم تنفيذه من توصيات وأضف رشوان أن من توصيات مجلس الأماناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذ مشروعات قوانين انتخابات مجلسي أنواب والشيوخ وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية وأكد رشوان أن مجلس الأماناء سيتابع في اجتماعه القادم الالتماس الذي قدمه للمستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب تظاهر تضامنا مع فلسطين استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلية على عدة مواقع في قطاع غزة تركز على مدينة خان يونس جنوبا وحي شجعية ومخيم نصيرات وسط القطاع وقالت مصادر الطبية محلية إن قوات الاحتلال أجبرت آلاف المواطنين والجرحة والمرضى على الخروج من مستشفى غزة الأوروبي شرق المدينة تحت وابل كثيف من القصف المدفعي والتهديد باستهدافهم كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس بينما جددت مدفعية الاحتلال قصفها على أحي الشجعية شرق مزينة غزة وشمال مخيم نصيرات وسط القطاع يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة أحاطة بشأن القضية الفلسطينية وتخصص لمساءلة أعمار قطاع غزة وسيستمع الأعضاء إلى أحاطة تقدمها كبيرة منصق أشؤون الإنسانية وإعادة الأعمار في غزة سيجريد كاخ وجاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع الإسرائيلي أفجارنت أن جيش الاحتلال بحاجة إلى عشرة ألاف جندي إضافي على الفور مؤكدا أنه في الوقت الحالي يمكن للجيش الإسرائيلي أن يستوعب ثلاثة ألاف من اليهود المتشددين الذين سيتم إنشاء إدارة خاصة لهم وثلاثة ألاف آخرين العام المقبل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء انفجار قنبلة على جانب الطيق في مخيم نور الشمس في طول كرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة وأوضح جيش الاحتلال أن جنديين كان في عربة مخصصة لنقل الجنود الإسرائيليين عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق وكانت العربة تنتظر في منطقة مخيم نور الشمس أعلنت قوات الحوث أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت أربع صفن شحن أمريكية وبريطانية وإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب والبحر المتوسط والمحيط الهندي وأكدت القوات أن العملية الأولى نفذتها القوى الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة واستهدفت سفينة إسرائيلية في البحر العربي وكانت الإصابة دقيقة وأتشن قوات الحوثي هجمات بطائرات مصيرة وصواريخ على ممرات ملاحية منذ نوفمبر الماضي تدامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة تعكس اتجاها خطيرا لفرنسا وأوروبا بسبب تصعود اليمين المتطرف في أوروبا كما حذر توسك من تقارير بالشأن نفوذ روسيا واستخباراتها في العديد من الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انطلاق مهرجان العالمين بمجموعة متنوعة من النشاطات الترفيهية ورياضية خلال الفترة من 11 يوليو حتى الأسبوع الأول من سبتمبر وخلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخصيص 60% من أرباح مهرجان العالمين لدعم غزة وأوضحت المتحدة للخدمات الإعلامية أن هناك مزايا إثنائية وتذاكر مجانية لأسري وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة في جميع فعاليات مهرجان العالمين ختام مجد الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر